بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الأحباء ألم أحركوا فيديو جديد مباراة لكرة القدم أقيمت بالأمس أمس الخميس بين الاتحاد السكنداري وصراميكا كروباطرا في الدور المصري أنا مش مهتم بالشأن القروي زي موت الحركة قبل كده مش مهتم بالكرة كرياضة يعني ممكن أهتم بها في بعض الأحيان ولكن مش مهتم بالشأن القروي بشكل عام ولكنني مهتم بالشأن الإنساني بالشأن الإنساني طيب إيه علاقة الكرة بالشأن الإنساني هقول لحظاتكم الاتحاد السكنداري زي موتو كان بلعب مع سراميكا كروباطرا وانتهت المباراة بتقدم سراميكا كروباطرا بخمسة أهداف لغاية كده الكلام قروي بحث ولكن احنا جئين للشكل الإنساني حارس المرمى حارس المرمى الخاص بنادي أو فريق الاتحاد السكنداري اسمه أحمد يحي طبعا حصل هجوم أثناء المباراة بعد دخول الخمس أهداف حصل هجوم عنيف جدا عليه من جماهير الاتحاد السكنداري هجوم بقى غلطه فيه واشتيمة وهجوم عنيف جدا 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 زي ما يكون الراجل خرج من الدين ويحملوه نتيجة هذه الخسارة والكلام ده كله طب فيه حد يقول لي طب يعني الأمور كده عادية يعني الراجل حارس المرمى وأخفق فيه صد هذه الأهداف يعني وبالتالي طبعا الفريق بتاعه مونيا بهذه الخسارة ولكن أقول لحضراتكم أن حارس المرمى أحمد يحيا توفى شقيقه من أقل من يومين شقيقه وكان بينهم علاقة قوية جدا وأخوه شقيقه مش محتاج إلا أنا أقول علاقة قوية ده شقيقه أخوه يعني ويعني كان مضمر ولا زال نفسيا يعني الراجل متضمر نفسيا ويعني أو يعني دخل فيه دوامة من الحزن الشديد جدا على شقيقه اللي يخطف كده من الحياة مرة واحدة وكان بيعاني من الحالة النفسية سيئة جدا ولاظرا لغيام حارس المرمى عبد المنصف هو نزل المباراة يعني ضغطوا عليه أو أقنعوه أنه هو ينزل ونازل وهو يحمل جراحه ويحمل آلامه ويحمل أحزانه لوفاة شقيقه اللي هو سنده وظهره طبعا الحاجات اللي احنا كلنا عارفنا مش بحتاج طبعا نتكلم على الإخوة والأشقاء يعني ونزل بيلعب المباراة تخيله وبيلعب وهو لسه دافن شقيقه يعني أنتم متخيلين حجم الضرر النفسي وحجم الحزن النفسي اللي هو كان موجود فيه حجم الضرر والحزن الرهيب اللي هو كان موجود فيه وطبعا نتيجة الحالة السيئة النفسية اللي هو كان فيها والحزن الشديد اللي هو كان فيه ويعني حالة الانقصار الرهيبة اللي هو كان فيها طبعا ما كانش موفق أثناء المباراة طيب فيه حد يقول لي تم الجمهير الجمهير هتعرف منين القصة دي يعني والراجل يعني لا هقول لي خرجكوا أن قبل بداية المباراة وقفوا تم الإعلان عن وفاة شقيق حارس المربع أحمد يحي حارس مربع لاتحارس سكندري وكل اللي في الملعب ينفيهم الجمهير وقفوا المفروض يعني دقيق أحداد على روح شقيق أحمد يحي فكان فيه معلومية سابقة بهذه الوقع فيه واحد موجود يعاني ربنا يسترها معنا جميعنا نفظنا جميعا من الأخبار السيئة من حالة وفاة وأخوه شقيقه يعني أقرب الأقربين له ومع ذلك بيلعب وفيه علم خلاص بقى عند الناس أن هذا الرجل عنده حالة وفاة وأن حالته النفسية صعبة جدا طبعا أنا أعرض وأنا أتكلم صور له هو خارج من أرض الملعب طبعا ومنهار تمام طبعا لما حصل الموضوع ده وكانت المباراة خلاص أو شكت على النهاية حصل حالة هجوم رهيبة من جماهير الاتحاد السكندري شتيمة بقى اللي اتقنب على الرغم أن كان لسه فيه دقيقة أحداد من دقائق يعني أو مثلا بداية المباراة على وفاة شقيقه وما يعلموا حالته النفسية السيئة ويعلموا الوضع النفس السيء اللي هو فيه مع ذلك هذا لم يشفع له عندهم هذا لم يشفع له عندهم طبعا هجموه بشدة جدا لدرجة أنه هو نتيجة هذا الهجوم الشديد مع حالته النفسية السيئة حصل له انهيار كامل وخرج برا الملعب خرج برا الملعب بيجري هارد لحظة خروجه من الملعب وهو بيبكي وبيعيط وبيقول خلاص أنا هبطل لعب كورة يعني معنى اللي ما يرعينيش في هذه الظروف أنا خلاص يبقى ما يلزمنيش يعني اللي أنا ألعب كورة تاني لو كانت الجماهير بهذه الطريقة هارد لحركة الوقتي أنا بس حبيت أعمل الفيديو اللي أنا تأثرت فعلا بهذا الموقف تأثرت بهذا الموقف احنا لأسف يا جماعة في مصر في مصر الأسف أنا بأتكلم على بلدي طبعا يعني ولكن في العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص محتاجين بقى ناخد دروس في الإنسانية شوي محتاجين نراعي شعور الآخرين محتاجين اللي احنا نقف جانب الناس بجد نساندهم بجد ما يبقاش الناس في أزمة وفي كارسة واحنا عم نضغط عليهم من ناحية تانية دي كانت أخلاقياتنا زمان كنا بنقف جانب بعضه بنساند بعضه بنساعد بعضه بنخلي بالنا من مشاعر بعضه بنراعي مشاعر بعضه كل القيم الجميلة دي كانت موجودة فينا للأسف الشديد النهاردة حالة التوحش اللي بقت موجودة عندنا أو عند عدد كبير جدا مننا ولمسنا هذا الموضوع بشكل فظيع لمسنا أنا شخصيا هذا الموضوع في موضوع أو في قصة القاتل المجرم محمد عادل وحالة التعاطف اللي الناس عمالة فيه بعض ضعاف العقول أو من ذهبت عقولهم سودا بيتعاطفوا معاه ويقفوا جنبه ويسندوه وبدأوا يهجموا القتيلة وأهلها وشوفنا طبعا الكوارث أنا هعمل إن شاء الله فيديو يعني هرد فيه بقى على الناس دي لأن بصراحة الموضوع ده موضوع خد أكبر من حجمه وخرجنا يعني بالصياج بتاعه خارج المطمون بتاعه موضوع محمد عادل ونيرا لكن ده مش قصتنا الوقت ولكن أنا بقول ده موضوع من ضمن الموضوع اللي احنا فقدنا فيها إنسانيتنا لا بقينا نقف جنب بعض ولا بإنسان بعض ولا بنوصف الأمور صح ما بيناش نوصف الأمور صح النهاردة لما يكون شخص مكسور بقينا نيجي عليه ولما يكون شخص جاني ومتهم وقاتل بنقف جنبه وبإنسانده نفس القصة مع الحارس المرمى أحمد يحيا شقيق ومتوفي حالته مش في حالته الطبعية الراجل مش في حالته الطبعية واقف يعني تخيلوا إن ده لسه دافن شقيقه يا جماعة انتوا بتخيلين يعني إيه دخل فيه أجوان إيه ونيلة إيه اللي انتوا بتتكلموا فيها قرة إيه وزفت إيه اللي انتوا بتتكلموا فيها احنا منتكلم على إنسان فارق الحياة قرة إيه وزفت إيه مالكورة غالب ومغلوب النهاردة انت غالب بكرة تبقى مغلوب وهكذا ماهو ده الطبيعي في كل الألعاب وفي لعبة الكورة على وجه الخصوص أنا مش فاهم يعني بخلاص فقدنا الإنسانية وفقدنا الأدب وفقدنا الأخلاق احنا فقدنا كل شيء للأزم أو الغالب يعني فيه جزء لازل يعني نتمسك به يعني فيه ناس محترمين طبعا ولكن الغالبية العظمى فقدنا كل شيء فقدنا الأخلاق وفقدنا الإنسانية وفقدنا شعورنا ببعض وكل شيء للأزم الشريط وده احنا بنلبسه في مواقف كتيرة جدا جدا يعني الأزم الشريط يعني أعرض دولتا لحضراتكم أنا بس حبيت اللي أنا يعني قبل معرض الفيديو عشان هو ده اللي هاختم به الفيديو بتاعي الفيديو السريع يعني ومعليش زي قاسم بقدك لو كنت قطلت أو بعض من حضراتكم يعني قال اللي أنا قطلت في هذا الفيديو يعني ان احنا يا جماعة لازم نرجع لصفاتنا البشرية المشاعر الإنسانية والأوضاع النفسية اللي بتنشأ نتيجة هذه المشاعر الإنسانية والظروف اللي الإنسان بيتحط فيها دي أعلى من أي شيء أعلى وأرقى من أي شيء إذا كنت النهاردة بالنسبة لجمهير الاتحاد السكندالي زعلين على مباراة فالمفروض تزعله على إن فيه واحد فقط شقيق وأكتر منه المباراة مباراة إيه المباراة جاي كتير الدوري ده مجرد لعبة مجرد لعبة حاجة احنا بنشغل نفسنا بيها وكل سنة عديرة عملت لف كل سنة أنت النهاردة غالب بكرة تبقى مغلوب وهكذا ولكن للأسف الشديد كستصرت نفس هذا الرجل وتهجومكو واشتمتكو ليه رغم أنه وفات شقيقه وأنت تعلمه للأسف دي ممكن قسرته كمان أكتر من وفات شقيقه كمان نشوف مع بعض لحظة خروج الحرس أحمد يحيا وهو منهار ويبكي من الملعب وأتمنى للإنسانية تعود مرة تانية اللي احنا ناخد دروس للإنسانية احنا عدينا ناس كتير شكلهم بني أدمين ولكنهم ليس لهم أدنى علاقة ببني البشر لا من قريب ولا من بعيد أشوفكم إن شاء الله في فيديو جيد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر بشدة لحضركم على معرض فيديو لحظة خروج حارس المرمى أحمد يحيا من الملعب نظرا لوجود حقوق طبع ونشر على هذا الفيديو على هذا المقطع أنا كنت رفعت بالفعل هذا الفيديو اللي حضركم شفتوه ولكن جاء عليه حقوق طبع ونشر فأطريقت اللي أنا أزيله من القناة وأنزله مرة تانية هيبقى الجزء اللي أنا اتكلمت فيه وهو أعرض لحضركم الوقت لصور زي الفيديو بالضبط لحظة خروجه من الملعب أعرض بتتسلسل كده أو بتتابع الصور الخاصة بخروجه من الملعب وهو بيبكي وهو منهار وهتشوفوا حضركم بالضبط زي الفيديو ولكن أنا بعتذر مرة تانية أنا نقوه طبعا في الفيديو إن فيه أعرض لحضركم فيديو يعني خاص بخروجه ولكن هذا الفيديو جي عليه زي مرة تحركه طبعا ونشره بالتالي كان لذبا لأنا أزيل الفيديو وأعمله تعديل زي ما حروقوا شايفين وأرفعه مرة تانية شكرا ومعليش بعتذر عن أي إزعاج أكون سابقته لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسيب وحروقكم مع الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر